بعد أن أسدل الستار على العرص الديمقراطي في الكويت وانتهت انتخابات مجلس الأمة 2020 للفصل التشريعي السادس عشر والتي أفرزت وصول خمسين عضوا منتخبا إلى قبة عبدالله السالم سيكون لنتائج هذه الانتخابات تأثير على كيفية التعامل مع ملفات اقتصادية ستفرض نفسها في أروقة البرلمان الكويتي الجديد يأتي في مقدمتها هيكلة المالية العامة للدولة وتنويع مصادر الدخل والتركيبة السكانية وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية العامة الملفات الاقتصادية التي فرضت نفسها في الأونة الأخيرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية كانت قد تصدرت الطرح الشعبوي لمرشحي الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2020 وتضمنت أولويات المرشحين رسائل اقتصادية النكهة وسط دعوات لوضع حلول جدرية لأي اختلالات يعاني منها هيكل الاقتصاد في البلاد وهكذا انجز الاستحقاق الدستوري للمواطنين وظهرت تركيبة المجلس الجديد في انتظار ترجمة ما رفع من شعارات إلى واقع تحقيقا للتطلعات الشعبية نحو التنمية والتطوير والإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر حبل الوريد لجميع الجوانب الحياتية الأخرى والمستقبلية نحو كويت 2035 ترجمة نانسي قنقر